بص أنا مش من نوع يعني أتكلم أنا شخصيا طبس أنا شخصيا أنا مش من نوع اللي بيقلق أنا لو هنلعب بمنتخب 19 سنة ومنتخب أولمبي ما بقلقش طول ما أنا عارف إمكانيات لعبتي كويس قوي طول ما أنا عارف إمكانياتي أنا هعمليه كم أنا داري سيرفيرا اللي قدامي من قبل ما لعب معها هو أنا نقدر أتعامل مع المباراة زي حسام حسن أكيد كان عنده من الفكر أو من الدرس أكيد كاب فردي كاب فردي طبعا كاسم أفريقيا اللي فاتت كانت عاملة يعني علامات استفهام فرقة بلد صغيرة جدا تعدادها اللي هتعدى 500 ألف نصب حاجة كده غير طبعية يعني وعملوا أداء ممتاز عاملين أداء ممتاز كانوا ممكن يوصلوا لحتة تانية خالص فأكيد درس الفرقة كويس قوي شاف إمكانياتها عاملة إزاي وفي نفس الوقت عارف هو هيعمل إيه حسام حسن أنا شايف بصرف النظر عن التشكيل اللي هو كان ممكن يقلق ناس كتير إنما لقلق كان من البداية أساسا أنت عندك زي ما قلنا هو جمع اللعبة قبلها بوقت صغير جدا أيام معدودة تاني حاجة فترة اللعبة كتيرة جدا مرهقة لعبة جاية من راحة ما لحيتش تتمرر بس العامل الولايات دي يا كابتن تعمل ما دي الأجندة الدولية زي ما بيحصل في العالم كله هنرجع كريم نتكلم في نفس القصة دي تاني قولي دي أنا أحب اسمها رأي ما هي لازم أساعد المدير الفني عشان أعرف حاسبه أنا أحسب حسام حسن إزاي وأنا اللعبة الدوري عندي 11 شهر ده اللعبة مرهقة جدا بدنيا في لعبة لسه كانت جاية من راحة عشان أنديتها وديتهم راحة في أندية رجعت علشان عندهم بطولة أفرخة بلعابه في أفرخيا محترفين بره فكل ده تيجي جماحهم قبل ياب يومين اللي راجع من راحة بقى والموسم طويل عليه إنت إزاي هتعرف هتحاسب مدير الفني إزاي أتقصد إنه الفترة دي تحديدك كنت ممكن تدي لكابتن حسن حسن وقت إضافي غير الأجندة الدولية ولا بشكل عام ممكن ناخد أيام بعيدة عن الأجندة الدولية إنت مضطر ما تقدرش تعمل حاجة أجندة الدولية مش هتتغير زي ما في العالم كله مش هتتغير بس إحنا عندنا مشكلة إحنا التعامل مع الأجندة الدولية والمشاركات الأندية في البطولات حتى الأفرقية عندنا فيها مشكلة يعني الدوري عندنا النادي الأهلي كان فرق خمستاشر مباراة يعني دور كامل دور كامل عن بيت الفرق هو زمالك وراك كان حداشر ماتش أرقام كأننا إحنا أول مرة نلاقي قدامنا مثلا عارفين إنه في أفريقيا أو في تصفيات أو في تصفيات كاس على الأم أو في أولمبياد كل ده معروف من سنين فلازم إحنا نتماشى نبقى ماشيين مع كل دول العالم خلاص الموضوع بقى جلوبة دلوقتي والبطولات بتزيد كل شوي طولت الكاس العامة الأندية أنت عندك السنة بخمسة وعشرين لقتات حتتلعب بقت باثنين وثلاثين فأنت عندك الحاجات دي كلها موجودة وكل فرق بتتعامل معاها بتحصل استثناءات بعض الاستثناءات اللي هي ماتش اتنين وده بيحصل حتى في إنجلترا مثلا في فرق زي من سيتي أو أو ليفربول أو بيكامل وصلا في الشامبينز ليك شايفين هم بيتأجلوا ماتش أو اتنين بس حتى لما بتأجلوا بيبقى معروف موعد محدد هتلعبها إمتى هتلعبها إمتى مفيش حاجة اسمها للأجل غير مسامة دي بس ما بتتحدش دي فده علشان في الآخر تيبقى عندك دور منتظم يبقى عندك لعيبة برضو اللعيبة دي ما تتحرقش في لعيبة ما خدتش راحة صحيح يعني لعيبة ما خدش راحة يعني هتيجي في يناير هتلاقي إصابات هتلاقي والإصابات دي هتأثر على فرقها وتأثر في الآخر على المنتخب يبقى أنت انتظام جدول الدوري انتظام اللعب اللعيبة ده مهم جدا حتى للمدير فان يحط خطته إزاي هو مش عارف هو ده اللي كان ممكن بلغبة حسام حسن شوية واضطر أنه يخلي لعيبة برة علشان ما يتعوش هو وحصل عندنا إصابات زي ما شوفنا كإحنا رايحين دوقتي عندنا إصابات